أهلاً بكل أصحابنا في رحلتنا السعيدة وبأصحابي اللي معايا النهاردة وحكاية جديدة من حكايات ماما سامح حكاياتنا النهاردة اسمها التعلب والأرنب المقار فيه أرنب ممكن يبقى مكر؟ اللي مكر بيبقى مين دايماً؟ صحابي هنا قالوا التعلب وانا عارفة ان انتو كمان بتقولوا التعلب لكن بسرعة هنبدأ نحكي حكايتنا ونشوف ازاي الأرنب كان هو المقار في يوم من الأيام الأرنب الطيب ده راح عند شط النهر ومعاه الجرة دي الجرة دي يعني حاجة معمولة من الفخار عشان يملها مية ويرجع للفلاحة الطيبة اللي هو عايش معاه هو عايش في حظيرة مع فلاحة طيبة كل يوم ياخد الجرة دي يروح النهر عشان يملها بالمية ويودلها المية هي تعمل بقى العيش وتعمل حاجات كتير بالمية دي وتأكل الطيور وتديهم مية يشرب في اليوم ده الأرنب كان مسك الجرة يا ولد وراح عند النهر يملأ الجرة بالمية فجأة لقى كل الحيوانات اللي موجودة بتهرب وبتجري بتجري مين بقى اللي كان بيقرب منهم؟ التعلب كلهم جريوا وهو خاف شوية وجي يجري ووقعت منه الجرة دي وحصل لها إيه؟ تكسرت لما الجرة تكسرت الأرنب خاف إنه أي حد يدوس على الفخار ده المكسر وممكن رجليه تتعور فقال إيه؟ ألمه وبعدين ههرب وهو بيلمه مين اللي قرب منه؟ الطالب مسكه وقال له مش هتهرب مني يا أرنب ده أنت أرنب جميل وسمين أنت النهاردة الغداء بتاعي هيبقى وجبة شهية هي الأرنب حضرتك الأرنب سكت كده وقال له طيب حاضر ألم بس دول وبسرعة الأرنب راح نازل ولف جسمه الفروة بتاعته دي كلها بقى لونها بني إحنا عارفين النهر بيبقى جنب المية أرض لونها إيه؟ بني اللي هو الطامي أو الطين الفروة بتاعته كلها بقى لونها بني التعلب بيمسكه قال له هتاكلني بس خلي بالك أنا لازم أقولك حاجة أنت لو قالتني بطنك هتوجعك أوي 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 طب ليه قال له بقى بطنه هتوجعه؟ عشان هو الفروة بتاعته عاملة إيه؟ نضيفة؟ احنا ممكن ناكل حاجة واعت في الأرض؟ ناكلها كده على طول؟ لا طبعاً التعلب فكر وقال له يعني إيه؟ يعني أنا هاية؟ قال له جداً سبلي بقى أنزل النهر استحمة هيوافق التعلب أنه يسيبه ينزل النهر؟ هيوافق يسيبه ينزل النهر؟ مش ممكن يا رب؟ التعلب قال له يا سلام بقى أنا حسيبك كده تنزل النهر لا أنا هاخدك أحبسك في البيت وأنا اللي هجيب لك المية عشان تستحمة أنت هتضحك علي ولا إيه؟ ده أنا التعلب المكار فعلاً يا أصحابه التعلب رح واخد الأرنب وحبسه في البيت بتاعه وجيري جيري جيري عند النهر عشان يجيب إيه للأرنب؟ مية وقف التعلب قدام النهر وقال له إيه؟ نهر يا نهر قال له نعم يا تعلب قال له ديني شوية مية قال له ليه؟ قال له عشان أديها للأرنب يستحمة وبعد ما يستحمة أعمل إيه؟ أكله النهر افتكر بقى يا أصحابي إن التعلب ده كان يأكل الطيور الطيور بيبقى عليها ريش ويرمي الريش في النهر صح إن إحنا مية النهر أو مية البحر بعد بناكل أي حاجة نرمي الورق أو الحاجة اللي مش نضيفة فيها؟ مش المية دي تاعة النهر إحنا بنشرب منها؟ حتى مية البحر مش البحر ده عايش فيه كائنات بحرية مفروض إن إحنا نحافظ عليها؟ آه فتفتكروا بقى النهر هيساعد التعلب؟ نا النهر فكر شوى قال له إيه؟ طيب بس هتاخد المية في إيه؟ إحنا ممكن نشيل المية في إيدنا؟ لا هتقع هتقع قال له يعني إيه؟ قال له روح هاتجرة زي اللي مكات مع الأرنب وأنا أديك المية قال له دي أجيبها منين؟ قال له روح لبتاع الفخار وقل له اعمل لي جرة جيري 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 التعلب يروح لي مين؟ الفخار قال له يا بتاع الفخار قال له عايز إيه يا تعالى؟ قال له عمل لي جرة قال له تعمل بيها إيه يا تعالى؟ قال له أنا هروح النهرة منها بالمية قال له ليه؟ فكر شوى قال له عشان عندي ضيف قال له مين هو؟ قال له بصراحة بقى عشان أنا بيستحمى واكله آه صانع الفخار بيع الفخار افتكر إنه كان عنده حزيرة جنب البيت ربي فيها تيور زي الفراغ زي الديوك ما ربي فيها أرانب؟ مين اللي كان بيسرق الطيور من الحزيرة بتاعت بيع الفخار؟ الساعدة طيب يبقى بيع الفخار ممكن يساعد التعلب؟ لا لا قال له أنت عايز نعمل لك جرة؟ أنا ما عنديش تين روح هاتلي تين من الأرض وأنا عملها لك جيري 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 التعلب رح للأرض قال لها إيه بقى؟ أرض يا أرض؟ قالت له عايز إيه يا تعالى؟ قال له عايز شوية تين قالت له ليه تعمل بيوم إيه؟ قال لها وديوم لمين بقى؟ لبيع الفخار عشان يعمل لي؟ جرة واروح بالجرة دي عند مين؟ عند النهر أملاها بالمية واروح لي مين؟ للأرنب للأرنب أعمل إيه في الأرنب؟ أكله الأرض بقى يا صحابي افتكرت حاجة كانت مزعالها جدا متعلب معقولة إحنا نخش جنينة فيها ورد جميل أو مكان حتى فيه مزروع فيه خضار أو فكهة أو أي سمار ندخل برجلينا وندوس عليها؟ لا ينفع كده؟ لا مش النباد ده ربنا خلقه وبيتنفس وليه روح ولازم نحافظ عليها عشان يكبر؟ أه هتساعده؟ لا الأرض فكرت شاوة قالت له إيه؟ طيب أنا موافقة بس هتحفر الأرض إزاي؟ قالت له يعني إيه؟ قالت له هتحفرها إزاي لازم معك فاس عارفين شكل الفاس؟ فاس ده بيمسكه الفلاح بيبقى من الخشب بيبقى في حتة حديد عشان يقدر إيه؟ يحفر الأرض ويزرع وينظف الأرض من الحشائش الضرة قالها يعني أعمل إيه يعني؟ اكتو روح بقى للحداد اطلب منه يعمل لك فاس الحداد ده بياخد الحديد يدقلوا أفران كبيرة قوي ويشكلوا بقى يعمل منه فاس يعمل منه أكرة للباب يعمل باب حديد يعمل حاجات كتير قوي بنشوفها دلوقتي بقى التعلب هيروح لمين؟ للحداد يقوله يعمل له إيه؟ فاس حداد يا حداد قال له عايز إيه تعالب؟ قال له أنا عاوز فاس قال له ما عنديش فاس قال له طب عملي فاس قال له عايز الفاس ليه؟ قال له عشان أعمل إيه؟ أحفر الأرض واجب من الأرض إيه؟ أتين أو أديه لمين؟ طب الفخار يعمل له إيه؟ جرة والجرة يروح بيها فين؟ النهر يملأ ميا من النهر يوديها لمين؟ للأرهب آه عارفين بقى التعلب عمل إيه كان مع الحداد؟ آه إحنا عارفين في عيد الأطحى بنشتري إيه عشان نضحي بيه؟ لحمة لأ اللحمة آه بس الخروف شوية خروف العيد؟ آه الحداد كان جايب الخروف قبل العيد بوقت طويل وأولاده كانوا فرحانين كل يوم ينزلوا ولعبوا مع الخروف ويأكلوا ويشربوا ويقضوا يغنولوا وفرحانين قوي بالخروف بتاعهم يوم العيد الصبح بدري سحيوا ورحوا صلوا مع باباهم صلاة العيد وراجعين بقى عشان إيه؟ يضحوا بقى لقوا الخروف؟ لا لا ملقوش غير الفروة بتاعة الخروف بس على الأرض مين اللأكل الخروف؟ سبع يبقى الحداد هيساعدوا؟ لا شفتوا بقى التعلب عمل حاجات غلط مع ناس كتير قد إيه؟ الحداد سكت كده وقال له آه ماشي هعمل لك فاس بس أنا ما عنديش نار قال له إيه؟ قال له ما عنديش نار أنا لازم أدخل الحديد في النار روحت لي نار في حد ممكن يمسك النار بأيديه لا شفتوا التعلب عشان عايز يأكل القرنب ما فكرش إزاي؟ يعني قال له حاضر هجيب لك نار أهوة ماشي والحداد قاعد يضحك قال له أجيب لي نار تي حد بيجيب نار؟ تي حد بيمسك النار بأيديه؟ لا جري 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 التعلب أجيب منين النار أجيب منين النار فجأة كده لقى بيت صغير ومن الشباك البيت ده طلعه نار كتير قوي رح داخل البيت من غير ما يفكر لقى ستة طيبة فلاحة قاعدة في البيت ومولع الفرن بتاعها عشان تخبز العيش وقاعدة زعلانة قال لها يا فلاحة قال له عايز إيه؟ الفلاحة بقى شطرة في إيه؟ عندها كلب ضخمة وقوي حطا قدام الحظيرة بتاعة الدواجن عشان تحميها من مين؟ من التعالي قال لها أنا عاوش شوية نار قال له نار؟ قال لها آه آه حبت نار صغيرة كده هتعمل بيها إيه نار دي؟ قال لها حوديها للحداد قلت له الحداد يعمل لك إيه؟ قال لها يعمل لي فاس قال لها إيه أنت اشتريت حطة أرض بقى وهتزرعها قال لها أرض إيه لا 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 أنا هحفر الأرض وأجيب شوية طامي قال لها طامي تعمل بيهم إيه؟ قال لها أوديهم لمين؟ الله يمتح الفخار صنع الفخار يعمل لي جرة قال لها جرة تعمل بيها إيه؟ قال لها أوديها عند النهر قامل لها بالمية جرة جرة زي اللي كانت مع الأرنب والكسر قال لها أه اتكسرت بقى وأنا قبط عليه وحطته في البيت بس هو الفروة بتاعته مش مضيفة فان هاخده المية عشان يستحمى بس دلوقت خلاص راح ده هيبقى هتعشى بيه بقى مش هتغدى بيه بقى عارفين الأرنب ده طلع كان عايش مع مين؟ مين؟ مع الفلاحة دي وهم الصبح زعلانة أنه راح ومجاش مين اللي سمع كل الكلام ده؟ مين؟ الأرنب الأرنب اللي كسب ليه بقى الأرنب كسب؟ عشان عمل إيه؟ إيه الفكرة اللي فكر فيها الأرنب أنقذته وخلت التعلى بيلفه كل اللفة دي وفي الآخر خد جزاؤه عمل إيه؟ عشان الفرو بتاعه مش نضيف لأنه هو بسرعة فكر عنده حاجة يا ولاد اسمها سرعة بديها يعني إيه سرعة بديها؟ يعني لما نبقى في موقف وعايزين نتصرف نفكر بسرعة ونهدى كده ونشوف حل ينقذنا من الموقف اللي إحنا فيه الأرنب بسرعة فكر وقال أنا لو جريت اتعلى بيجري وراي هيمسكني بس أنا حفكر في فكرة أضحك عليه بالفكرة دي وخليه يفضل إيه يلفه هو الأرنب عارف إن التعلب محدش بيحبه لأنه بيأذي كل الناس واللي بيأذي حد محدش هيحبه الأرنب رجع للفلاحة طيبة وفرحت به إنه رجع لها تاني سليم والتعلب أخذ جزاؤه من يومها كل ما يشوف الحتة اللي اتحرقت من ديله يفتكر اللي عمله في الأرنب يقول توبة لو كنت أمسك أرنب تاني الأرنب طلعت زكية جدا 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 وكل ما الأرنب يشوف التعلب عندها يقول له ها فاكر اللي حصل يقول له فاكر فاكر أنا ماشي بعيد إيه اللي عجبنا بقى في قصتنا النهاردة التعلب والأرنب المكار إيه اللي عجبنا الأرنب 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 عجبنا الأرنب ليه؟ عشان هو أفكر بسرعة وطلع زكي حلو جدا عشان هو أفكر بسرعة فعلا وقدر إنه هو يلاقي حل سريع ينقذه وبكده رجع تاني لبيته وعاش في أمان مع الفلاحة الطيبة والتعلب في النهاية أخذ جزاؤه أصحابي دي قد قصتنا النهاردة التعلب والأرنب المكار وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات موما سمح ترجمة نانسي قنقر